يقول أنه كان فيه زحام مروري ودخل وقت المغرب واستمر الزحام إلى العشاء وما يستطيع ينزل يصلي نقول لو أمكن أن يوقف سيارته ينزل يصلي ولو على الرصيف يجب عليه ذلك لكن لو شاف ما أمكنه ما يمكن يقف في وسط الطريق هذه الصفوف ماشية ببطء شديد وسيخرج وقت الصلاة لو كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها يعني ظهر مع العصر المغرب مع العشاء أخر إلى وقت الثانية للحرج خلاص للحرج سيصلي المغرب والعشاء ثلاثة وأربعة في الحضر لماذا جمع للحرج ما يستطيع ينزل يصلي طيب إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها يعني لو واحد حصلت له هذه مثلا بعد الفجر أو شك تطلع الشمس وما استطاع ينزله هذا تحصل أحياناً في الحج أحياناً ماذا يفعلون ما يستطيع ينزل يصلي في الأرض على الرصيف ولا في أي مكان يصلي راكباً ولو إلى غير قبلة ولو كان قاعداً غير قائم ويومئ في الركوع والسجود وحتى لو ما كان عنده ما يتوضأ به ولا يتيمم لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لا يجوز ترجمة نانسي قنقر